المخرج رامي إمام أعلن اعتزال والده عاد الإمام بعد غياب أعرع سنوات مؤكداً أنه اختار الانسحاب للاهتمام بالحياة الأسرية في حفل جوي أوردز 2020 تسلم النجليه الجائزة وعرضت رسالة صوتية لعاد الإمام شكر فيها الحاضرين على الرغم من إعلان الاعتزال ينفي شقيقه عصام إمام هذه الأخبار ويشير إلى عودة الزعيم للساحة الفنية تحصل عاد الإمام على جائزة زعيم الفن العربي في جوي أوردز رامي إمام يعبر عن سعادته في الحفل الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية ويؤكد على رغبته في الاستمرار في العمل الفني مع نجله محمد عاد الإمام